القصة اللي قد نعود لكم اليوم وفراهم وفراهم ومحزينها صاحبي ودري بحشي فيلم ويليك فاش قريتها كله دقيقات ونقول لا ما يمكنش تشي كونترا في الحياة الواقعية يا فهمتي عدتش كتراقية في الأفلام صاحبي وكن اظن انا اخر واحد غادي اضرع عليها ولكن كان ضروري خاصني نجمع التفاصيل دياله كاملين عادي نعود عليكم وشي خير نجاوم دير فيديو وانا ما عارفش رقصي ما رجليك وهذا الفكرة عدي جاتني من الناس اللي عندي في ديسكورد وما اللي اقصر حولي القصة عادي باش مشي يجو قلبت عليها فانا اذا بقيت انضم علينا اراغني اخلي لك الرابط التحت في صندوق الوصف ما قديش نضرب بزاف المقدمة كيف العادة خلي واحد لايك وشارك في القناة نحاول ان نصل على الفيديو الاشتراه في لايك ولمن نطول عليك عزيزي وعزيزاتي مشاهدة يا لمدر القصة عادي جديدة ويلا اطرات السيمنة اللي فاتت هنا احد طفل اللي اسمه كوستا وعنده 14 لان اطفل هذا كان واحد درير اللي يدريه بزاف ويقرأ دياله في الصح يونو ذاك النوع درير اللي ديما كتلقى يجيب كري وقاس طويلة الليولة ومن دار المدراسة ومن دراسة بالدار هذي احياتي واكديره وحيتي عش كان كيدير لهاد القراية كاملة كان ديما كيجي هو اللوول في الكلاس دياله والنوقات كانوا طالعين وشي دريري في القسم كانوا كيغارهم حسنا بالصح لما استقبال دياله كان مشرق ومرصون فين غادي يمشي وشنو غادي يدير يعني استقباله مضمان ولكن هذا الدريري هذا وخانتك تجبال ليك باللي حياته متالية وما نقص حتى شي حاجة ولكن كان كيغاني من واحد مشكلة كبيرة وفي صمت وهذه المشكلة هذه والتي هي التنمر كوستا كانوا مع واحد مجموعة عادية للبنات ودخل معهم تشويتي البدراري في القسم دياله وكانوا كل نهار كيتنمروا عليه مرة كيضحكوا عليه مرة كيدلوا له شي مقلب مرة كيضحكوا على اللباس دياله على الطريقة للهضراء او لأي حاجة دران جنرال كيحاولوا يلقاوش يسببش يضحكوا عليه بي وشي مرات قاعة كيقدروا انهم يضربوه ويرميعوا عليه الحجر ويضايقوا الجسديان يعني حال مجانا ان شي مرات كيكون يقال شوية يضربوشي واحد مرات ومظور ما كيعرفش كل حتى كيلقى كل شي يضحك عليه كوستا عيامنا المعاملة وكان ديما كيمشي يتشكى عنده واحد الأساد ديال التاريخ كان ديما كيمشي عنده وكيبكي وكيقول له اه أساد دراء هاد خوتنا هم بغوش يبعدو مني واشنو 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 وكيبقاش يعودلي الموقف كامل اللي يترالي وذكر الأساد صافية كيقول له بشي مشكل ديب اندوي معهم ولكي كوستا كيتفاجئ باللي كيجي لغدليه ولكي حتى حاجة ما تبدلات وبالعكس ساعات كيزيدوا فدك شي ديالهم حجاش عارفوه كيشكم بيهم يعني الأساد اللي كان كيمشي عنده كوستا بشي تشكالي دياز ويامات والتعامل ما زل كيف ما هو والأساسي ده ما كيديروا اشي حاجة فهنا كوستا فقد الأعمال في السيستام وعرف بالله هاد شي ما غديش يتحل إلا إلا مش حلوه هو بيده يعني هاد المرة ما غديش يعتمد على الأساد اللي كيمشي يتشكى من عنده وإنما غديدير شغل يده واحد النهار كان في السراحة اللي كانت تكون ما بين الحصة وحصة ودوروه واحد من يدي اللي بنات وبدو كيتحكوه عليه كيف له هذا ولكن هاد المرة كانت مختلفة هاد المرة كوستا تفرقى عليهم كاملين وقال ليهم واحد للهدرة اللي ممكن تقبلهاش العقل انها تخرج من واحد عنده إلا 14 عام صعبه قال ليهم غير عقلوا لي هاد شي انا غني نشتكم واحد بواحد وغني نقتلكم طبعا انه مزاد وضحكوا عليه كثير سحب اليهم غير كي يضحكوا والأحماق ولمانعرف وصافي مستحيل يقدروا يدير شيء حاجة بحاله هادي وهم كانوا عارفينها وكما كانوش عارفين بالله هاد الكلمات كانوا من بين أكثر كلمات صادقة اللي كوستا قالهم في حياته كاملة ذلك الكلمات كانوا خارجي من أعماق الجاحيم اللي كان في القناة دياله أرجع ذلك النهار للدار وجبدوا واحد ورقة بالسيلو وقيد قاع الأسماء ديال الناس اللي كانوا يتنمروا عليه وكانوا أكثرهم بنات وثمانية بالضبط وكان معهم حتى واحد دري ولكن كيف ممكن تشوف تصويرها اسمية دراب عليها يعني ما بقعش في ذلك اللاقهها وهذا الشيء حتى قدر قبل ما يأتي كوستا يقول لهم ذلك اللاقات اللي سنقتلكم كان ديجا جال عند كوستا وعتادر ليه على ذلك الشيء اللي كان يدير وقال لهم باللي رأي كان يديرها كغيرا هي تصحابه حتى وما يديروها وكان مخش معاوه مصافي فكوستا قرر انها ما غد يدير ليهوالو وحيدو من ذلك الليستا ولكن بتباقي ما كانش غد يرحمهم من بعد غد يهز واحد الولقة اخرى فيما بدك يرسم الخطة دياله وشنو غد يدير يعني كيخطط بحل نيتشي موجريم اللي ديجا دالتشي من قبله مولف بدك يفكر كيفش غيدخل وكيفش غد يخرج وفين غيمشي واشحال دياله وقت اللي خاصه وهدشي كامل ضرب ليهوالحساب وحيث اشكندكي قدر انها يطلع بواحد الخطة في حتى شي واحد ما غد يقدر اغرب منه وكل واحد غد ياخد العقاب دياله فهذا بصعف يكون شواجد عنده الليستا ديال الناس اللي خاصينه وعنده الخطة دياله اللي غد ينفد تبقات نقص حاجة واحدة فقط والتي هي السلاح الجريمة او لا باش غد ينفدك شي اللي غد يدير الاب ديال كوستا كان ديما يدير والدول واحد النادي ديال الرماية بالسلاح الحقيقي يعني كيشد فردي وكيعلموا يشيري كيشيري العوضي كيعلموا كيفش يشد سلاح وكل شي يعني اصلا من ديبار كوستا ديجا كانت عنده خيبرة السلاح فواحد من نهار الاب دياله غد يجيب معه واحد من ذلك الاسلحة الدار وهنا في انكوستا قد ينتعز الفرصة هذي وغد يهزو بتخبيعه ويديه معه لغدلين المدرسة لابعنا جوني يجي حويش غراب في القصة هذي وما كنت ستعطوني الرأي ديالكم في التعليقات والحاجة الاولى اللي جاتني غريبة انا نقول لكم دابا والحاجة التانية حتى نوصل لها وغدي نقولها لكم الحاجة الاولى اللي جاتني غريبة واللي هي سلاح كان هزو في الديه يعني ماش يكنا مخبعو لحطو فشكارا لا كنغادي هزو في الديه ترق كامل من دارة المدراسة يعني مافهمت بحل اللعب جاتي اي فاي فاصة وحتى شه واحد ما اردليه لبعنا انا كنظن صراحة حيث شهو صغير فكل شي كيقول غالبا غادي يكون غير لعبة وصافي قد اتشي اللي قلت فحصة تانية الرأي ديالك انت في التعليقات ايانيواي غادي وصل لبب ديال المدراسة وتماك فين غادي يوقف اول واحد واللي هو السيكوريتي ويكون غير لعبة ذلك الفردي ولكن انا ما خاصش يدخلها معا فقال له فين غادي جابو كوستا قال لي اراني داخل نقرأ ويقول له السيكوريتي بالليه دكشي اللي في الدكرة منع دخله معاك هو كوستا غادي يشوفه وغادي يشارج الفردي ويشوف الاتجاه ديال السيكوريتي نيشان السيكوريتي كيس حابله غير كيد حكي معاه حيث اصلا كيس حابله بالليه ذلك غير اللعاب ولا غير فردي موزيف وهو يطلق عليه ويجاب عليه نيشان في الراس وسيله معاه ومشا كي يجري للكلاس اللي كان قاري فيها وكان بالضبط الكلاس دير التاريخ يعني غادي يكون حتى ذاك الاسات دير التاريخ تمك وواتي اللي كان باغي اصلا كوستا وواتي اللي كان في الخطة دياله حيث اش كان ناوي يسالي معه حتى هو حيث اش موقفت معاه فاش كان محتاجه وكان كي يضرن باللي واسا بفت شي كامل اللي ترى حيث اكون هادره مع عدوك البناتي بعده وكرا ما ترى حتى شي حاجة ذا وصافي دخل الكلاس واتيره على ثمانية ديال اللي كانوا مكتوبين عنده في ذاك الورقة مثل ذات نوت وصافي وزاله لاتشي كامل قتل حتى الأساد ديال التاريخ براسه يعني في التوطال قتل عشرات ديال الناس في نهار واحد ثمانية ديال الليبنات والأساد والسيكوريتي وكل واحد قتلوه بقرطاصة واحدة قوة ما كان كي يعرفي نيش بهم زيان وعنده الأيم مزيان وكي يعرفي استعمال الفردي يعني أخونا ما عنده ما يدرب أيم لابس وإذا قد نورك واحد تجيل صوتي حقيقة لديك طلاقات النار اللي كانت كنت تسمع في المدراسة واللي كان السبب فيها دريكوستا فالسلاكوستا فيها دياله وغد يعيط البوليس وغد يسلم راسه بيديه فالجول البوليس قال لي ببساطة أنا مريض نفسي وأصلا في القانون ما عندهم ما يحكموا على واحد يلا عند 14 العام حيش ما زال ما يكملش السين القانوني ونرمال مو واحد عنده 14 العام ما يقدرش أصلا يدير شي حاجة بحال هادي باش وما يضطروا أنه ما يحاكموا فغلما حكا ما ما قدرت تحكم عليه بحتي شي حاجة حيش كان صغير بزاف وما طرع عليه هواله في الخير وهذه هي الحاجة الغريبة الثانية واللي التأييه ما كنت تعطيوني الرائدية لكم فيها في التعليقات حيش ممكنش ما يطر عليه هواله والناس اللي ماتوا شنو أنا ما قديش نقول كانوا كي يستهلوا بطبع الحال حيش ما كانوا كي يستهلوا يعني بغيت نقصد يستهلوا العقاب ولكي ماشي درجة انهم يموتوا فمثلا العائلة ديالهم كنو قد يطر عليه هون فميمكنش دريكوستا يخرج منها شي كامل بلا ما تطرع ليهتا شي شي تبا اينست ويكون يمنح بارها ذلك هل يزاو له رائيديا كنت في التعليقات وووووو صحب فيش كانت أن اتفكر بليات شي كامل طرع بسبب التنمور والله كدر في القلب حيش الشحان مواحد فينا فيه هاد دري كوستال داخل دياله ويلا مش هتفرقع يقدر يدير مكفس من هادشي ولكن ما زالين صوبرين صعو الخوت برايمون التنمور وهو الجدية وهو هرها بالصح ويبنلك من هذا المساكد يعني راضي عليك الشيء الذي يدير ليه لا عرف واحد ناره سيصبر حتى يصبر وفي الخير سيتفرق يقدر يتفرق عليك انتين نيج ويدر لك شيء خيبه أو يقدر يتفرق على راسه وينوض يدير لراسه شيء خيبه وينهي حياته ومشانك لذلك على الأقل العائلة التي تتفرج فيها اللي يدير شيء أفعال من شيء ما يهدوك يدير إعادة النهار سافي نتمنى تكون سافتي شيء من هذا الفيديو هذا وأيضا حاول توصل الرسالة لشيء واحد كتعرفه ويقدر يكون مهتم أو لا تقدر غير تبارتاجي مع هذا الفيديو هذا وصافي شكرا يا حجاج كتوصل حتى لات دقيقة هادية شيء نقدره بزاف أيضا سيرتشيجو فيديوهات اللي فاتوا أنا متأكد غد يعجبوك كاما معاكم بلاك ونشوفوا فيديو جديد وبيس